خبر تاني عايز اروح له الحقيقة وعايز اعلق عليه نجمتنا نجمة الكرة الطائرة كابتن ايا الشامي اللي طبعا كانت عندها اصابة بتلعب بيها السنة اللي فاتت وكان الاعلان عن الاصابة ده كان من خلال احتفالنا بيهم بطولة الدوري من حوالي شهر ونص او شهرين ان احنا فجئنا ان هي كانت بتلعب باصابة في الكتف كانت كتفها دايما بيتخلع وكان دايما كتفها بيتخلع بيترد في الملعب وبيتكمل انتو عارفين حجم الالم اللي ممكن تتعرض ليه لاعب مش لاعبة لو لاعب بيتعرض ليه ما بالك لاعبة كمان الم زي ده كانت بتتحمله ولعبت وكانت سبب من اسباب مكسب بطولة الدوري وكمان لما لم نوفق في بطولة الكأس كانت مقدية مباراة كبيرة فالنهار ده ايه قالت لقى او الجهاز الطبي في النادي الاهلي قال لقى لازم نقف ولازم تتعالج صح فالنادي الاهلي خد قرار انها تعمل العملية في احسن مكان في العالم بيقدر يعمل العمليات من النوع دي في الكتف وهي فرنسا سفرة ايه الشامي طبعا العملية لها تجهيز مش على طول بتعمل العملية ولكن بيبقى لها فيها تجهيز لها بعض العلاج الطبيعي اللي بتعمله قبل العملية بيقى فيه فحصات واشعات مهمة كل ده تم وسفرة ايه الشامي وعملت العملية النهاردة وخرجت من قطة العمليات والحمد لله دخلت الافاقة وفائت وكلمنا طبعا انجي الشامي اختها نجمة النادي الاهلي السابقة وتطمننا على الاية تطمننا انها الحمد لله بخير والعملية نجحت وان شاء الله هتبتدي رحلة العلاج الطبيعي ولكن صابات الكتف عن خبرة بتاخد وقت شوية في العلاج الطبيعي ماذا الرجبة الرجبة يمكن اللي صابة الرباط الصليبي ممكن تقعد لك ست شهور واقل وكون في الملعب وعندنا امثلة كثيرة يمكن الناس ممكن تفتكرها من كورت القدم مش من العلعاب الاخرى ولكن الكتف مفصل معقد وليه رنج في الحركة كبير جدا وراء والدام ويمين وشمال وكمان الطائرة عايزة رنج كتفك يكون 100% سليم يعني الرنج يعني المشوار كامل كتف بيرجع لأبعد نقطة ويروح لأقصى نقطة فطبعا دي محتاجة عليك طبيعي فهي ست شهور ان شاء الله المخطط ليه قد يزيد قد يقل على حسب ان شاء الله يعني توفيق ربنا ليها في العلاج الطبيعي ولكن نتمنى ان شاء الله انها تبع موجودة وان شاء الله نتمنى انها تلحق النهايات ايا من اللعبات يعني الرجالة في الملعب ضحت كتير كان لها دور كبير جدا في النادي انه ياخذ البطولات للفترة اللي فاتت كلها عايز اقول لك كمان انه مش بس مع النادي الاهلي ولكن مع المنتخب هي كمان احسن ضرب في افريقيا كذا بطولة ايا الشامي فرقت حتى مع منتخب مصر بطولة افريقيا اللي فاتت اللي كانت في الكاميرو يعني اقصد اقول انه ايا من اللعبات مش محتاج حد يتكلم عنهم ولكن نتمنى لها كل الشفاء وكان لازم نفضي وقت نتكلم عنها وان شاء الله في اعرف فرصة هنكون مطمنينكم عليها باما بالتليفون يا اما ان شاء الله كندفتنا عشان نعرف ونقرب من الاصابة وتطورات العلاج باذن الله